السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي الكرام متتبعين وزبور قناة تعليم الكهرباء من الصفر في حلقة اليوم ان شاء الله سوف اتطرق شرح لوحة التحكم في انارة الشوارع اذا كان بزاف الاخوان ليتلبوني هذه الحلقة يوميا اذا اليوم ان شاء الله ستصدفت معها لوحة التحكم في انارة الشوارع القديمة والحديثة ايضا اذا اول شيء نتكلم على القديمة يعني كيفاش كانت هذه لوحة التحكم او هاد القديمة ثم بعد ذلك رجعت الى لوحة التحكم الحديثة اسمحوا لي برك يعني هاد موش مخدمة مليح بالصح ما عليش نشوفوا طريقة او مبدأ تشغيل لهذه اللوحة فقط اذا كما راكم تلاحظوا الهنا عندنا هاد او مؤقت الزمني كما راكم تلاحظوا كانوا يستعملوها بكريه كما راكم تلاحظوا الهنا هذه هي اللورولوج هذه اللورولوج يعني ييبروغراميوها او يعني يثبتوا الوقت فيها مثلا نقولوا هذا يعني يفتحني السيركوي مثلا من سبعة تاع سباح تاع سباح تاع العشية ثم بعد ذلك يغلق لي السيركوي او يغلق لي الدار الكهربائية باش يتشعل هالينارة الشوارع من الخمسة تاع العشية حتى السبعة تاع سباح ثم يعني هاد لورولوج كما راكم تلاحظوا الهنارة اه يعني يتوصل الخمسة تاع العشية تفتح السيركوي كي اه توصل السبعة تاع سباح يفتحني السيركوي اذا كما راكم تلاحظوا الهنا مكتوب واحد اثنين ثلاثة واربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اذا عندنا واحد وثنين يروحوا له فاز والناتر او الطور والحيادي اذا ندخلوا بلف فاز من اه رقم ثلاثة كما راكم تلاحظوا الهنا الرمز تاع يعني البطن او تاع الكنتاكت او التمس اذا نخرجوا من رقم ثمانية نروحوا الى بوبينت تاع الكنتاكتور من هذا الرقم ثمانية اذا كي توصل السبعة تاع العشية اذا بروغرامناها يعني السبعة تاع العشية اه يعني اه يغلق حواء عفوا ان يفتح السيركوي يولي بهذه الطريقة اذا كي توصل اه يعني الخمسة تاع العشية يولي هذا الكنتاكت يغلق فبالتالي يكسيتني لبوبينت تاع الكنتاكتور ثم بعد ذلك يعني يجيش على الانارة الشوارع كي توصل السبعة تاع السباح تولي مفتوحة بهذا الشكل اذا لانى اراه هذه الانارة في اه للورولوج التاعنا او المؤقت الزمني اذا كماركوραم تلاحظوا له اه هذي هي تعنا��� كانمركوم تلاحظوا سمحوا الايبار كما ننقدش نستعمل ليدين لانها في العمود الكهربائي اذا كماركوم تلاحظوا خرجوا في المرة الاولى اذا لدينا واحد واثنين اه باللون اه واحدة باللون الازرق والاخرة باللون الاحمر اللي هي الاحمر يمثيل الطورء وآي يعني الازرق يمثيل النتار وايضاً عندنا رقم ثلاثة كما راكم تلاحظوا درناه باللون الأحمر يعني كما راكم تلاحظوا نحاوها باللون الأحمر عندنا رقم ثمانية أيضاً ليخرجوا باش يروحوا البناء تاع الكونتاكتور في هذا المكان كما راكم تلاحظوا هنا إذن هذه هي الأولوشتها مكوناة بثمانية أقدر درستان. اذا كما رجم تلاحظوا ايضا هنالنا هذ ال Biopataur اذا يكون بيعني اوتوماتيك. وفي بعض الاحيان يكون في حالة الصفر يعني نغلقو اقع الانارات الشوارع الخاص بنا. يكون في الجهة الوسطى كما رجم تلاحظوا لهنا. كي نديروها في الجهة اليسرى يعني يولي اوتومااتيك ولا في الجهة يقوله مانويل. يعني يكون الين. كنديروه في الجهة اليسرى يكون الين. يعني كيتوصل الخمسة على عشياء يشعلو الانارة الشوارع الخاص بنا. كيتوصل سبعة تحصباح يتفاو. يعني الين. اما كنديروه في الجهة اليمنى يعني يبقى شعلين ان برماننس يعني يكون تنينو. اذا الان نروحو الى يعني الارموار حدثوها دارو التحديث لهذا الارموار او هذه لوحة التحكم في الانارة الحشوارع. И Kömercom تلاحظوا الهنى اذن الهنى يستعملوا خالية الضوءية او الافوتوسلل كما رлинوا سلو الهنى. اذا هذه هي خرجو يعني اذا كان لان كما راكم تلاحظو خرج الكابل فقط. اذا ك现و ندخلوا الارموار الالكترية's التعني نلقوه. اذا هذا هو الكابل اللي خرج كما ركن تلاحظو رانين نحرك فيه. كما قلت لكم رانين نختم واحد. اذا نخرجو يعني سلكين. اذا السلكي رقم واحدة راح کے تطور ورسلك رقم ثنين راح الى الحيادي اذا يبقى نا السلك رقم ثلاثة اللي هو الوردور اذا راح الى البوبينة تعال الكنتاكتور الان كما راكم تلاحظوا الان اذا كان يطيح الظلمة الخلية الضوئية الخاصة بنا التلقنا الكنتاكت فبالتالي يشعل هذا الكنتاكتور كما راكم تلاحظوا الان فكي يطيح يعني يجي صباح كي يجي نهار او كي تجي يعني تكون ظلميار كي يتح نهار يعني يفتح السيركويت فتحنا السيركويت لفوت السيلول الخاص بنا ثم بعد ذلك نحصلوا على تنطفئ الانارة الشويرع الخاص بنا لدينا ايضا كي نحبو يعني انشعلوها اذا كما راكم تلاحظوا الان عندنا هذا الديجونكتور اذا معلنا غير نطلعو هذا الديجونكتور عفوين او القطيع الكهربائي الخاص بنا الصغير يعني يشعل هذا الكنتاكتور كما راكم تلاحظوا يعني عندنا السلك واحد خرج كما راكم تلاحظوا الهنا باللون يعني مارون راح الى البوبينة كما راكم تلاحظوا الهنا اذا يعني نعملو ديركتوموا لابون هذا فبالتالي كين طلعو هذا الديجونكتور تشعل ديركتوموا يعني بطريقة او مانويلة اما يعني كين نحبطو هذا الديجونكتور تبقى يعني تشعل باستعمال الخلية الضوئية أو لفوت السلول الخاص بني يعني ترجع بطريقة ألية إذن إلى هذا اللي قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أتمنى أنني وفقت في الشرح لديكم أي سؤال كتبونا في الكمورات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للحلقة القادمة إن شاء الله